بتعملي ايه بقى ازاي قادرة توفائي بين البيت والدراسة واللي هما وليلي عن مواهبهم كمان يعني ما تسبليش كده بلسين عندي كيفين ده اكبر نعمة في حياتي هحكي عنه حاجة كده لانه هو بطل ويستحق كيفين يمكن هو سبب في اللي أنا بعمله واللي أنا عايزة امشي من هنا واسيب تأثير دايما بقولها عايزة اسيب رسالة من بعدي وعايزة اصهر في المجتمع في بلدي اعمل حاجة سواء رفع الوعي سواء ان انا بنشر محبة بنشر خير بنشر سلام على قد مقدر كانت البداية هي كيفين انا مريت بتجربة حرياتية معايا صعبة شوية في الوقت ده كان بالنسبة لي فاكرها ان هي عقبة اتأخر في الكلام كتير كانت في الوقت ده معاناة كنت انسانة تانية غير اللي قدامك خالص كنت بعايات كتير كنت تعبانة بس فجيت مع الوقت ان المودات ده تحول لبركات كبيرة والحمد لله تكلمنا ونطقنا وبقينا النهار ده في ستة ابتدائي فمرنا برحلة طويلة بس كان ده السبب الرئيسي ان انا بحس دايما ان مفيش مستحيل وبحاول ازرعها كمان في يوم هم من الاتنين واقول لهم ياولاد مفيش مستحيل اللي انتوا عايزين تعملوها تقدروا تعملوه طول ما انتم من جوكم يعني جوه قلوبكم صدقين ان انتوا تقدروا يعني داعم الاساسي دي كان ابنك اصلا لانا ما كنتش مفكر قبل كل ده انا كنت في رحلة تانية خالص مختلفة فرحلة علاج وفرحلة بحس ان انا عايزة اقف جنب ونعمل ايه طب نتكلم ازاي طب مهاراتنا نطورها ازاي وما بين دا كترة وما بين حاجات كتيرة بعيدة خالص عن القصة دي لما الدنيا يعني لقيت فيه نور بعد الضلمة فيه نور نفق اه مش نامع بعض بس بعدين لقيت نور ولقيت ربنا سندني جدا وقف معايا وشفت بركات وحاجات عظيمة كتير قلت لا الحياة مش كده انا اكيد فيه حاجة بتميزني عاد تدور بقى اللي ممكن يكون الانسان انفكروا حاجة مش كويسة بس هي تكون حاجة كبيرة وحاجة تخدم بعدين فيما بعد حاجات كتير يعني انت بدأتي الشغل بعد ما ابنك خف بعد ما بقى كويس طبعا 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 وبدأت بقى ايه اشتغل وكسف في الموضوع اللي انا شغالها فيه والاغاني السياحية اللي بعملها كان كبر بقى وبقى عنده ست سنين قلتيله ولا كان لا بفسدت ابتدائي النهر ده اوكي يعني انت بدأتي امتى بدأت عملتي بقى الميكس ده ازاي عملتي 2019 كنت بقى ببتدي الطريق ده من وقت ما هو خلاص بقى كويس وبتديت انا افكر انا خلاص بقى جواح اكتشفت كمان جواحي انفيه طاقة ايه ان انا عايزة اعمل حاجات ان انا اقدر اعمل حاجات قبل ده ما كنتش مكتشفة ده كنتش شايفة نفسي كده انتي يقدر اعمل انا امديك نعمة ومديك قدرة ومديك طاقة على الحب او العطاء لاني كمان في نقطة كمان انا بسببه انا طبعا بحيب الاطفال من زمان بس بسببه كنت عايزة اشتغل مع اطفال كتير فعملت حضانة يعني كنت في رحلة بحث مستمر انا رسلتي ايه ممكن اعمليه عملت حضانة واقعدت فترة كنت انا المسؤولة عن الحضانة وبشتغل فيها مع الاولاد وارتبطت بيهم جدا جات الكورونا بقى الموضوع اتنزلت خلاص عن الحضانة وفكرت بقى اكملت في اللي انا بعمله اكمله ليه سنين دلوقت في المبادرة بتاعتي